شاركت جامعة الدول العربية مملكة البحرين في الاحتفال بأعيادها الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حافظه الله ورعى مقاليد الحكم نعم وذلك بتنظيم من جمعية الكلمة الطيبة والاتحاد العربي للتطوع ورعاية الجامعة وسط حضور عربي وبحريني لافت وتكريم للعديد من الشخصيات العربية المحبة للبحرين ملكا وحكوبة وشعبا ودورها الفاعل في دعم العمل العربي المشترك وتوطيد العلاقات العربية التفاصيل في التقرير التالي برعاية جامعة الدول العربية شهد مقر الجامعة عيدا بحرينيا عربيا بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية نيابة عن الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في حفل نظمته مؤسسة الكلمة الطيبة ورئيسها الفخري سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وبالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وبدأ الحفل بكلمة من جامعة الدول العربية نتوجه بالتهنئة إلى العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله متمني من الله العلي القدير مزيدا من الزهار والتقدم لمملكة البحرين حكومة وشعبا وتوالت الكلمات المهنئة لمملكة البحرين بأعيادها الوطنية من كبار ضيوف الحفل وتم تكريم العديد من الشخصيات المحبة للمملكة وبعد التكريم شارك الجميع في تقطيع طرطة الحفل التي ظل لها عالم البحرين الغالي في الحقيقة طبعا تهنئة قلبية للمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا طبعا في البداية أنا أنتز هذه الفرصة لأرفع اسمها آيات التهاني والتبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد مفدّة حفظ الله ورعاه ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه وإلى الشعب البحريني حقا مناسبة وطنية سعيدة علينا يشترك معنا ويشاركنا اليوم فيها أشقان وأخواننا في جمهورية مصر العربية في بيت العرب جامعة الدول العربية بمشاركة كبيرة حقيقة من أعظام منتسبي المجتمع المدني اللي يشاركون اليوم ليعبروا حقيقة عن محبتهم وحبهم لمملكة البحرين ولشعب البحرين ولا قيادة مملكة البحرين أنا أنتاز هذه المناسبة ولهذه المناسبات الثلاثة الهامة اليوم لأقدم لجلالة الملك المعظم حفظه الله قدم لكل مشاعر التهنئة والأمنيات الطيبة أن يديم الله عليه الصحة وعلى حكومة البحرين وولي العهد وعلى الشعب أن يعيد هذه المناسبة والبحرين دائما أبدا كما كانت وكما ستبقى في البداية أهنأ أهلي البحرين جميع البحرين وعلى رأسهم جلالة الملك التكريم مميز وكنت فرحة أكثر بتكريم الآخرين من بلدي سواء كانوا من دول عربية أو من جمهورية مصر العربية أساتذة وعلماء اليوم فرحتنا كبحرينيين بعيدنا الوطني وبقيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وشعب البحرين الوفي والعائلة الكريمة احتفلنا صباح هذا اليوم في مقر جامعة الدول العربية بمناسبة علينا جميعا مناسبة غالية علينا كبحرينيين وبحضور كثيف من أخواننا وأشقان العرب ومن أخواننا وأشقان المصريين وهذه أغل شيء نسوي لمملكتنا الغالية وفي ختام الحفل جمعت صورة عربية محب المملكة في تواصل أصيل لتهنئتها بالأعياد الوطنية هكذا شاركت جامعة الدول العربية ومصر والدول العربية مملكة البحرين في التهنئة بأعيادها الوطنية هنا من مقر جامعة الدول العربية بيت العرب فكل عام ومملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بخير وفي أمن وسلام شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من مقر جامعة الدول العربية القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر